السلام عليكم في الفيديو السابق تكلمنا عن الخطوة الثانية في تأسيس مشروعك الأول وهي دراسة الجدوى واليوم سنتكلم عن الخطوة الثالثة في تأسيس مشروعك الأول وهي نموذج العمل المبدئي بعد التأكد من مدى جدوى مشروعك في الخطوة السابقة هنوضح خطوات تصميم نموذج العمل المبدئي دعونا نبدأ أولاً ما هو نموذج العمل؟ نموذج العمل هو الخطة التي توضح كيفية تحقيق المشروع للإيرادات والربح بعد إجراء دراسة جدوى شاملة اللي تساعدنا في تقييم مدى جدوى المشروع من النواحي المالية والتجارية نأتي الآن إلى خطوة حاسمة وهي تصميم نموذج العمل لنبدأ بالحديث عن الخطوات الأساسية التي نحتاجها بعد قبول نتائج دراسة الجدوى تحديد قيمة العرض يجب أن نحدد ما الذي يجعل منتجنا أو خدمتنا فريدة وقيمة بالنسبة للعملاء ما هي المشاكل التي يحلها مشروعنا وما هي الفوائد التي يقدمها للعملاء تحديد العملاء المستهدفين من هم العملاء الذين سنوجه إليهم عرضنا نحتاج إلى بناء شخصية العميل المثالي وفهم احتياجاته وتوقعاته هذا سيساعدنا في توجيه جهود التسويق بشكل أكثر فعالية اختيار القنوات المناسبة كيف سنتواصل مع عملائنا ونوصل لهم المنتج أو الخدمة يمكن أن تشمل القنوات مواقع الويب وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى المتاجر الفعلية اختيار القنوات الصحيحة أمر حاسم لتحقيق النجاح تحديد مصادر الإيرادات كيف سيحقق المشروع أرباحة؟ هل من خلال بيع مباشر؟ اشتراكات؟ إعلانات؟ أو نموذج آخر؟ يجب تحديد طرق الإيرادات بشكل مواضح لضمان استدامة المشروع تحليل التكاليف نحتاج إلى تحديد جميع التكاليف المتعلقة بتشغيل المشروع بما في ذلك التكاليف الثابتة والمتغيرة هذا سيساعدنا في وضع الميزانية وتحديد أسعار مناسبة لمنتجاتنا أو خدماتنا تصميم هيكل العمليات كيف ستعمل عمليات المشروع بشكل يومي؟ ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان تشغيل سلس وفعال؟ إعداد خطة نمو وتوسع بعد بدء المشروع كيف سنحقق النمو؟ هل لدينا خطط للتوسع في أسواق جديدة أو إضافة منتجات جديدة؟ وكما عودناكم تجدون رابط لنموذج جاهز في الوصف بقيمة دولار واحد فقط وأيضا تجدون رابط لكتيب الدليل الشامل لإنشاء مشروعك الأول وفيه تفاصيل كثيرة ونماذج جاهزة تستيطيعون استخدامها وأيضا تجدون في الكتيب بعض الأمثلة من الواقع للعمل خطوة بخطوة ويسهل عليكم بدء مشروعكم الأول بقيمة 25 دولار فقط في الختام تصميم نموذج العمل بعد دراسة الجدوى هو الخطوة التالية التي تحول الأفكار إلى خطة عمل فعلية تأكد من متابعة كل جانب من جوانب النموذج وتحديثه بانتظام لضمان نجاح المشروع واستدامته شكرا لمتابعتكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات لمزيد من المحتوى المتعلق بريادة الأعمال إلى اللقاء في الفيديو القادم